يتواصل اليوم إطلاق صراح مزيد من المحتجزين من الجن بين الإسرائيلي والفلسطيني في اليوم الثالث للهدنة بعد الإفراج عن دفعتين سابقتين وسط إشادات دولية بنجح مصر في تزليل العقبات أمام عملية الإفراج وكانت الجهود المصرية قد نجحت في تزليل العقبات أمام الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين في هلطاع غذة وذلك بعد تأخر إتمام الصفقة وتهديد الجيش الإسرائيلي باستئناف العمليات البرية إذا لم تتم عملية الإفراج جهود مصرية كبيرة بذلت وتبذل في سبيل القضية الفلسطينية تحركات القاهرة لم تتوقف عند التوسط والنجاح في إتمام اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرة والمحتجزين بين الجانبين إلا أن القاهرة تدخلت بشكل قوي لإنقاذ الاتفاق بعدما تعثرت عملية التبادل لأسباب فنية وكانت حركة حماس قد قررت تأخير إطلاق صراح الدفعة الثانية من المحتجزين مشترطة أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال غزة ضمن بنود اتفاق الهدنة المتفق عليه وعلى الجانب الآخر هدد جيش الاحتلال باستناف العمليات البرية إذا لم يتم الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين قبل حلول منتصف الليل وبعد مجهود كبير لمصر على مدار الساعة نجحت الجهود في حل الخلاف وإقناع الأطراف بمواصلة عملية التبادل وإنقاذ الاتفاق من تهديد كاد أن يعصف به وبفضل الجهود المصرية خرجت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك بموجب صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس كما أعلن جيش الاحتلال من جانبه وصول الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم إلى إسرائيل وعددهم 13 إسرائيليا إضافة إلى أربعة من تايلاند هو إذن نصر جديد لمصر على ساحة القضية الفلسطينية التي كانت ولا زالت أشد الداعمين لها وقدمت لها الكثير منذ بدايتها وحتى الآن